بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم جميعا نتناول في هذا الفيديو معا منهج الرياضيات منهج مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي وذلك في الفصل الدراسي الأول وهذا من كتاب الأضواء ونستعرض ذلك من خلال المحتويات أولا طبعا الفصول يعني المنهج عبارة عن فصول هذا هو الفصل الأول لدينا في هذا المنهج في الفصل الدراسي الأول ستة فصول ستة فصول وأيضا ملحق داخلي في الكتاب سوف نأتي عليه بعد قليل الفصل الأول يحتوي على عدة دروس هنا فيه ست دروس نجدهم في الفصل الأول الدرس الأول عبارة عن العد حتى الرقم 3 يتحدث عن العد حتى 3 حتى العدد 3 بعد ذلك الدرسين 2 و 3 العد حتى 4 والعد حتى 5 الدرس الرابع كتابة الأعداد من 0 إلى 3 بعد ذلك الدرس 5 كتابة العددين الرابع والخامس ثم الدرس السادس مقارنة الأشياء من حيث الحجم والشكل واللون وختاما لهذا الفصل نجد هنا تدريب تدرب على الفصل الأول وأيضا تقييم خاص بكتاب الأضواء على هذا الفصل الأول أيضا بإذن بالاختصار هذا الفصل الأول يحتوي على العد حتى 3 والعد حتى 5 وكتابة طبعا وترتيب الأعداد كتابة وترتيب الأعداد وأيضا خط الأعداد كل هذا في الفصل الأول ومقارنة الأشياء مقارنة الأشياء من حيث الحجم والشكل واللون وأيضا يعني نتناول أيضا في هذا الفصل تجميع البيانات ويتعلم طبعا التلميذ كيف يجيب الأسئلة التي تحتوي على بيانات والإشارة إلى الكميات كل هذا وأكثر في هذا الفصل وسوف نكون بشرح كل درس يعني في فيديو مستقل وحل التدريبات أيضا فتابعونا ننتقل إلى الفصل الثاني وهو يحتوي على الدرسين واحد واثنين العد حتى ستة والعد حتى سبعة ثم الدرسين تلاتة واربعة العد حتى تمانية والعد حتى تسعة كذلك الدرس الخامس العد حتى العدد عشرة بعد ذلك الدرس السابع والأخير في هذا الفصل العدد التالي وكذلك العدد السابق أخيرا تدرب كما لاحظنا في الفصل الأول تدرب على الفصل الثاني وكذلك تقييم طبعا شامل على هذا الفصل الثاني إذن باختصار نتعلم في هذا الفصل العد والكتابة للأعداد حتى 7 وحتى 9 وحتى 10 وأيضا نتعلم تحديد الأعداد التي تزيد أو تقل عن عدد محدد بواحد سوف نفهم كل ذلك بإذن الله في الدروس وفي الشروح التفصيلية ونتعلم أيضا تمثيل الكميات باستخدام الصور وكذلك الإجابة عن الأسئلة حول البيانات وكذلك إيجاد العدد السابق وإيجاد العدد التالي أيضا للأعداد وترتيب كذلك الأعداد تصعديا وتنازليا ننتقل إلى الفصل الثالث طبعا الفصل الثالث هذا فيه سبعة دروس الدرس الأول الأعداد 11 و12 و13 بعدين الدرس الثاني العددين 14 و15 الدرسين 3 و4 أكبر من وأقل من ويساوي نتعلم كل هذه الأشياء والمعاني الجديدة ونستخدم أيضا رموز الرموز المعبرة عنها أكبر من وأقل من ويساوي رموز في مقارنة الأعداد نستخدمها كذلك الدرس الخامس العددين 16 و17 الدرس السادس العدد 18 و19 و20 ثم أخيرا الدرس السابع قراءة وتمثيل البيانات أخيرا تدريب ثم تقييم شامل على الفصل الثالث إذن أيضا باختصار نتعلم في هذا الفصل العدد والقراءة والكتابة للأعداد يعني 13 و15 كل هذه الأشياء وأيضا نقارن باستخدام الرموز كما قلنا لها أكبر من وأقل من ويساوي واستخدام هذه المصطلحات طبعا الجديدة على الطفل الفصل الرابع الدرس الأول العددين 21 و22 الدرسين 22 و3 العددين 23 و24 وكذلك العدد 25 يعني مفصولين عن بعض في دروس منفصلة طبعا دول درسين يعني إذن ده درس وده درس الواحد بعد كده الدرس الرابع العددين 26 و27 الدرسين 65 و28 و29 وكذلك الدرس اللي هو السادس العدد 30 الدرس السابع والأخير مكونات العدد 10 ثم أخيرا كما تعودنا تدريب ثم تقييم شامل لهذا الفصل إذن نتعلم أيضا العدد والقراءة والكتابة لكل هذه العداد وأيضا نتعلم التمثيل البياني التمثيل البياني يعني نجده في محتويات أي أو في أثناء لهذه الدروس التمثيل البياني اللي هو الشغيط الأعمدة نتعلم كل ذلك ونتعرف عليه ونجيب حول كل أسئلات تدور حول هذه الأشياء والتمثيلات البصرية حتى العدد 20 وتنظيم البيانات في تمثيل بياني كل هذه الأشياء نتعلمها وكذلك تحديد اليوم والغد والأمس نتعلم كل هذا من خلال الشرف والتدريبات في هذه الدروس بإذن الله أما الفصل الخامس فهو يحتوي أيضا على سبع الدروس الدرسين 1 و2 العدد 31 32 و33 والعددين 34 و35 الدرسين 43 العددين 36 و37 والأعداد 38 و39 بعد ذلك الدرس الخامس العلاقة بين الجمعي وبين الطرح ربعا ده يعني أشياء جديدة أيضا يتعلمها الطفل ويعني إن كانت تعلمها فنؤكد عليها كذلك الدرسين 6 و7 حقائق الجمع ومزيد من حقائق الجمع ثم ختاما تدريب وتقييم كما تعودنا إذن ويواصل تعلم عد وكتابة الأعداد ويتعلم أيضا جمع الأعداد من خلال مكونات العدد عشرة كل هذا من خلال شرح وتدريبات كذلك يتعلم يعني كتابة كل هذه الأعداد وجمعها في حدود طبعا اللي هو العدد عشرة ويتعلم طبعا استخدام المحسوسات والصور وكذلك الحل باستخدام اللي هي المسائل الكلامية وأيضا يتعلم تصنيف الأشياء حسب الشكل ويتعلم أيضا قراءة كل هذه الأعداد والعد بالأحد والعد بالعشرات تابعونا في كل هذه الدروس الدروس بإذن الله عز وجل أما الفصل السادس فهو يحتوي على عدة دروس الدرس الأول الوقت ثم درسان 2 و3 بعض أنماط الأعداد حتى 100 كذلك الجمع والطرح باستخدام مخطط الـ 100 ثم الدرسان 4 و5 الأعداد من 41 إلى 49 والأعداد من 50 إلى 59 الدرسان 7 الأعداد من 60 إلى 69 وبعد كده الأعداد من 70 إلى 79 الدرسان 8 و9 الأعداد من 80 إلى 89 والأعداد من 90 إلى 100 بإذن الختام هو بالعدد 100 مخطط المئة كما نعلم وختاما أيضا نجد هنا تدريب على الفصل السادس وكذلك تقييم على هذا الفصل فإذا نوصل في هذا الفصل أيضا تعليم الطفل القراءة والكتابة لكل هذه الأعداد يتعلم العد والقراءة والكتابة وكذلك يتعلم يعني زيادة في التعلم وتثبيت ما سبق اللي هو العلاقة بين الجمع والطرح وحقائق الجمع يتعلم القراءة والكتابة والعد بالأحد والعشرات كما قلنا ويفهم العلاقة بين الأعداد والكميات والفرق بين عددين كل هذه الأشياء ونتعلم أيضا تدريبات فيها حل مسائل الجامع ومسائل للطرح ويتعلم كذلك تحديد الأنماط في مجموعات الحقائق وأخيرا وفي نهاية هذا الكتاب نجد ملحق داخلي ملحق داخلي موجود يعني جوه الكتاب هنلاقي هنا في الآخر صفحة 182 وكذلك نجد بداخله مراجعات للشهور وتدريبات عامة وكذلك تقييمات نهائية وهذا استعراض سريع للكتاب نجد هنا هذا التقويم تقويم 24 وتحت تقويم 25 ثم بعد ذلك نبدأ بالفصل الأول ويبدأ مباشرة الدرس الأول اللي هو العد حتى 3 بعد ذلك نجد هنا يعني بعض التدريبات التدريبات هكذا يعني هو يسير نقطة نقطة جزء ثم بعده تدريبات هكذا كل هذه التدريبات نجدها في هذا الكتاب ختاما لهذا الدرس الدرس الأول نجد هنا اختبر نفسه بعده يبدأ مباشرة بالدرسين اتنين وتلاتة العد حتى 4 والعد حتى 5 كما كلنا وأيضا مباشرة تدريبات وأشكال ورسومات كما يعني نرى بعض هذه الأشياء هكذا يسير في كل هذه التدريبات ثم ختاما اختبر نفسك اختبر نفسك للدروس حتى ثلاثة وهكذا حتى نصل إلى ختام الفصل الفصل الأول تدريب كما كلنا في المحتويات تدرب على الفصل الأول في صفحتين متقابلتين ثم تقييم الأضواء هنا في صفحة تقييم الأضواء طبعا على الفصل الأول ثم مباشرة يبدأ بالفصل الثاني ويبدأ بالدرسين كما كلنا اللي هما 1 و 2 العد حتى 6 والعد حتى 7 وهكذا نسير حتى نصل إلى ختام الكتاب الملحق الداخلي مراجعات الشهور والتدريبات العامة وتقييمات الأضواء النهائية في الأسفل هنا المحتويات لهذا الجزء نجد بداخل هذا الملحق مراجعة الشهر الأول على الفصلين واحد واثنين مراجعة الشهر الثاني على الفصلين تأت واربع مراجعة الشهر الثالث على الفصلين خمسة وستة ثم تدريبات عامة على المنهج بعد ذلك 12 تقييم نجد هنا 12 تقييم نهائي على الفصل الدراسي الأول بالكامل بهذا الشكل هذه مراجعة شهر الأول على الفصلين 1 و 2 مراجعة شهر الثانية على الفصلين 3 و 4 ثم مراجعة شهر الثالث على الفصلين 5 و 6 بعدها تدريبات عامة على المنهج بهذا الشكل كما نرى كل هذه التدريبات عن خطن طรفلات ثم تقييمات الأضواء تبدأ من هنا بالتقييم الأول حتى نصل في النهاية كل هذه التقييم خمسة يعني تقييم داشر وأخيرا التقييم رقم اثناثر ثم نجد هنا في النهاية هذه الشهادة يعني كشهادة تقدير هكذا بهذا الشكل يعني نعرفها لمن يتابع الكتاب الأضواء في النهاية ولكن يعني أصبحت على ورقة أي عادية ليست ورقة المقوية والقوية طيب هنا يعني شهادة تقدير تعطى للتلميذ في النهاية على اكتيازه للمادة تقديرا له في النهاية أتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا العرض السريع والموجز لهذا الكتاب ولمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول تابعونا في شروحات المنهج بالكامل لجميع المواد على قناتكم روائع المعرفة تابعونا باستمرار لا تنسى في النهاية الاشتراك في القناة كذلك الإعجاب بهذا الفيديو والفيديوهات التي نحملها باستمرار ولا تنسى أيضا مشاركة هذه الفيديوهات مع الآخرين حتى يستفيدوا منها لا تنسوا أيضا أن تعلقوا واكتبوا لنا كل الآراء حتى نستفيد منها إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته